أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من الإسلام تحت المغهر أهلا بيك يا مارينة أهلا بيك يا فرحة إن شاء الله ربي تكون حلقة كويسة النهاردة النهاردة يا جماعة هنتكلم هل المسلمين أو هل المسلمين ضلوا بعد الرسول ده عنوان الحلقة ده عنوان ضلوا بعد الرسول وطبعا المقصود بكده هم المسلمين هل انتوا ضلين يا مسلمين ولا مش ضلين خليني نشوف يا مارينة الرسول بالقال إيه بيقول كده الكلام دهوت الراوي ابن عباس المحدث ابن باز وخلاص حكم المحدث سابت المرجع هيكون على الشاشة عموما يعني والمرجع لازم نحط المرجع على الشاشة بيقول ايه افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الامة على 73 هوا يزايد واحد مين يزاود مين يزاود كده وستفترق هذه الامة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة طيب قيل من هي يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي دي نص الحديث يبقى اذا المسلمين على كلام الرسول افترقوا هما أكتر من كده على فكرة افترقوا إلى 73 فرقة كل فرقة يا مارينة بتقول انا ايه انا صح انا اللي بدبع الرسول انا بدبع الصحابة كل فرقة فيهم في 73 بس هذا يقولك ايه كلهم في النار كله معنا دي النقطة بقى كلهم في النار إلا واحدة طب ليه في النار عشان يفترقوا اه يعني احنا عايزين نوضح ليه هم هيكونوا في النار يعني انت فكر كده ليه هيكونوا في النار واحد مع نفس القرآن واحد بيقرأ نفس الحاجة بش عشان النبي الصحابة اه بيصلي سويني هو بيصلي وبع نفس القرآن ليه في النار يعني انا عايزة ألفت نظرك ان ليه في النار لان كل واحد تخيل الاله بمنظور غير الاخر يعني دي مثلا خفيف بسيط انه مثلا الشيعة الاه اللي عندي الشيعة غير الاله اللي عندي السنة والسنة اللي هم بيسموا بين كوسين نفسهم السنة اللي هم الوهابية غير الأشعرة غير الماتوريدية غير المعتزلة غير الصوفية غير كل واحد عمل لنفسه يعني بنقول مثلا صغير يعني مثلا واحد يقول ايه لو هنديكو سؤال اين الله اين الله اللي هيقول الله في السماء ده ايه الوهابية باقي من خلقه ده الوهابي السلفي لكن الأشعار اللي هو الأزهر والحاجات دي هيقول ايه الله لداخل العالم ولا خرج العالم ولا فوق ولا تحت التاء الشيعي يقول ايه الله في كل مكان فكل واحد ده سؤال واحد ده احنا نتكلم على حاجة واحدة لكن كل الصفات الفعالية والصفات الخبرية بيختلفوا فيها فعشان كده كل واحد عنده ايه اله مختلف يعني هم مش على اله واحد زي ما هم فاكرين احنا بنعبد اله واحد لا كل واحد فصل لنفسه الاله على مزاجه هو طيب ده ما دي المشكلة اللي عملها الرسول بصراحة لانه لم يوضح حاجة سببهم كده فمثلا لما قالوا له كده من هي يا رسول الله فقال من كان على مثل ما انا عليه واصحابه بس كده طيب السؤال مش الفرق التانية برضو مختلفين على الصحابة ومختلفين عليه هو شخصيا صح وبيكذبوا البخاري وبيكذبوا مسلم اللي هو مثلا احنا ناخد من البخاري ان الله عنده اصابع مثلا طيب انا هكذب البخاري ومسلم طيب الشيعي مارينة دلوقتي مش هما لم يعترفوا لا بعائشة ولا بيعترفوا بعمر ولا بيعترفوا بابو بكر ومش دولة اصحابه طيب والتانين هل بيعترفوا وهكذا وهكذا اللي اخبطة اين هم اللي حيخشوا الجنة من اصحابه سابهم عشان كده الحرب بينهم انا عايز اقولك كمان يا فرحة برضو تنويه للناس اللي هي بتسمعنا ان ما فيش حاجة اسمها المسيحيين اختلفوا على 73 احنا كلنا كأقباط وكاتوليك وبرستانت كلنا عقيدة واحدة قانون ايمان واحد مش مختلفين على ربنا خالص كلنا مؤمنين ان الله ظهر في الجسد بالسلوس بالسلب والفداء والقيامة وبالمجيء التاني كلنا زي بعض حدش فينا اختلف على العقيدة واحدة في التالتة طب واحدة هي سألت اختلفتوا في طريقة الصلاة حاجة تانية لكن العقيدة وبعدين دي مش فرض علينا لازم تعمله كده لازم تعمله كده لا كل واحد بيصلي بقريحته لكن الاله واحد مختلفنش على صفات الله مختلفنش على ربنا هو مين مش زي الفرق التانية اللي هي في الاسلام وكده وحتى اليهود كمان اليهود مش مختلفين على الله لا مش مختلفين على طبيعة الله وعندهم بيقروا التوراة دي تقريبا يوميا بس في نقطة كمان في الحديث دي يا مارينا بيقول 71 ده اللي بيدحكني بصرح واحد وسبعين اتنين وسبعين تلاتة وسبعين هو في إيه طبعا نطايا كده شوية قولي للنصارى مثلا خمسة وسبعين تمانين لا واحد وسبعين اتنين وسبعين تلاتة وسبعين واحد وسبعين اللي هما اليهود نصرة 2-70 المسلمين 73 كأنه يعني يسلموا درجات فكلام فاضي اللي بيتقال ده بس هما اختلفوا والمسلمين اه المسلمين 100% مختلفين وحتى يومنا هذا مختلفين وبيكفروا في بعض وطلعوا القرآنيين وطلعوا مش عارفة ايه وطلعوا الناس كتير والتوحيد عند الاشعرة ليس هو التوحيد عند الشيعة ليس هو التوحيد عند السلفية وانتوا ممكن ترجع وراتوا عشان مختلفين في الصفات عشان الرسول ما كانش فاضي انه يشرح لهم حاجة لو كان شرح لهم مفروض انا انا اله لما ادي كتاب انا عارف ان الناس مستوى ذكائها ومستويها الاجتماعي والثقافي غير بعض بس انا اله لما ادي كتاب لما الناس كلها تقرأ تفهموا زي بعض عشان انا ربنا يعني ايه معلش اتكلم في الحتة دي كمان حتة سيدنا يعني يعني انا اعرف مستوي عندي ثلاث اولاد هبعت لهم جواب مفيش واحد هيقول لبابا اصدو كده لا ده بابا اصدو كده لا ده بابا اصدو كده يجب التلاتة يفهموه الغلط مني ان انا عشان انا عارف ولادي مفروض هبعت لهم كلمات واضحة صريحة محدش فيها يقول لا ده بابا اصدو كذا فهكذا القرآن انت مفروض كلام واضح صريح محدش يقول ده اصدو ده مش اصدو واختلف المفسرين واختلف الفقهاء لا النقطة التانية اللي بيدل ان هما ضلوا بعض الرسول بيقول ايه انا فرطتكم على الحوت فمن ورد وورده شرب منه ومن شرب منه لم يزمأ بعد ابدا ليارد علي اقوام اعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم قال ابو حازم فسمعني النعمان ابن ابي عياش وانا احدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلا فقلت نعم قال وانا اشهد على ابي سعيد الخضر اللي سمعته يزيد فيه قال انهم مني فيقال انك لا تدري ما بدلوا بعدك فاقول صحقا صحقا لمن بدل بعدي صحقا صحقا لمن بدل بعدي يبقى دلوقتي الرسول بيحكي ان هو على الحوت والناس هتيجي عشان الحد في الاخر الزمان في القيامة في الجنة فهيقول ايه في اقوال تانية اصحابي اصحابي هيروح عشان يعني اصحابه يا ربهم يشربهم شربة من يده الكريمة فطبعا هيقوله ايه انت لا تدري ايه ما فعله بعدك مين اللي هيقول هيقال له هيقال له يعني يقوله انت ما تعرفش هم عملوا ايه بعدك ده لبدلوا بعدك ده الاصحاب وهو عارف كده وبيحكي لهم المستقبل اللي هيحصل في يوم الايام مش فهو ما ايه يبقى بدلوا بعده ده دليل على ايه على ان فعلا فيه ده بديل ده هو عارف ان انتوا هتبدلوا وهو عارف ان الدينه اصلا هيتلاعب فيه يعني بتنبأ ان اصحابه هيبدلوا في الدين وحتى اصحابه اللي هو عارفهم ويعرفوا مش هيلاقيهم على الحوض مال انتوا بقى كمسلمين هتعملوا ايه يعني الصحابه نفسهم اللي هو عارفهم هيفاجأ انهم بدلوا بعده ومش هيكونوا معاه اه هو عارفين ويعرفهم اذا هم ما احترموش من بعد ما ماشي اه ضلوا ضلوا كل واحد عمل عمل الكتاب او قالي الاقوال اللي هو مزاجه فيها ودليل على كده ان ده يقولك ايه ده ثابت ده حسن ده مش عارف ايه ده الاحاديث بتاعتهم كل واحد بيقول حاجة من العليا او احاديث السنة غير احاديث الشيء يجاهدون في سبيل الله ولا يخفون لو مت لائم ذلك فضل الله يأتيه من يشاء والله واسعا من العليا انا بجيب انا اجيب الاية دي ليه علشان اجيب لكم حاجة من الدر المنصور لمين للامام جلال الدين السيوتي شان ما حدش ايه يقول يا فرح انت بتجيبي من اني الامام جلال الدين السيوتي بيقول ايه عن قتادة قال انزل الله هذه الاية وقد علم انه سارتد مرتدون من الناس فلما قبض الله نبيه يعني لما مات النبي ارتد عامة العرب عن الاسلام تخيل يا مارينا ارتد عامة العرب عن الاسلام الا سلاس مساجد اهل المدينة واهل الجواثي من عبد القيس وقال الذين ارتدوا بقى الارتدوا بقى دا كلين غصبا عنهم اه ارتدوا قالوا ايه نصلي الصلاة ولا نزكي والله يغصب اموالنا يعني مين اللي حياخد الاموال طبعا ابو بكر والناس دولة بيقول ولا نزكي والله يغصب والله يغصب اموالنا يعني هي مش واضحة اوي فكلم ابو بكر في ذلك ليتجاوز عنهم تم كلامه يعني وقيل لهم انهم قد فقعوا اداء الزكاة يعني رفضوا اداء الزكاة فقال والله لا افرق بين شيء جمعه الله والله لو منعوني عقالا مما فرض فرض الله ورسوله لقاتلتهم عليه فبعص الله تعالى عصائب بص الله هو اللي بعت فبعص الله تعالى عصائب مع ابي بكر عصائب جنب عصابة جمع عصابة مجموعات يعني عشان لما نقول عصابة ما تزعلوش عصائب عصائب مع ابي بكر فقاتلوا الناس اللي مشرادين يدفعوا الزكاة فقاتلوا حتى اقروا بالمعون وهو الزكاة فقال قتادة فكنا نحدث ان هذه الآية نزلت في ابي بكر واصحابه فسوف يأتي الله بخوم بحبهم ويحبونهم اللي ايه الآية الى اخر الآية يبقى الموضوع ببساطة ان بعد ما موت النبي العرب كل العرب ارتدت معادة ثلاث مساجد ليه يا جماعة ارتدته ليه لنا لا احنا بيتخذ مننا الفلوس يعني معنا كده كانوا ايام الرسول بيتفع الفلوس غصبا عنهم طبعا خوفا يعني طبعا خوفا منه هم كانوا بيخافوا منه فكروا بقى خلاص الرسول مات خلاص احنا محدش هقتلنا محدش هقتلنا يلا مانتفعش خلاص بقى العرب ارتدوا عن الاسلام مفيش الى ثلاث مساجد تخيال اللي بيقولوا ألفات مؤلفة ألفات مؤلفة أموا بعد موت النبي يلا الحمد الله خلصنا منه وبعدين قالك في وقت يعني ناخد النقطة الأخيرة ونعلق لو عايز بعد كده يعني المهم يعني ان ابو بكر رجعهم بالسيف يقولك لما توفى رسول الله وكان ابو بكر وكفر من كفر من العرب فقال عمر كيف تقاتل الناس يعني عمر استغرب كيف تقاتل الناس قال رسول الله أمرت عن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ما لهو نفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال والله لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا أو عقالا زي ما أردتها في الحديث ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق وطبعا الحديث قدامكم على الشاشة في البخاري وتصحيحه يبقى برضو أن عمر كان معترض في الأول فأبو بكر قال له إيه لا لو منعوني عقالا كانوا يقدونه إيه كله للفلوس هل دلوقتي يا فرحة هل يمشي وراء المسلمين في مصر مثلا إنت زكت ولا لأ إنت صلت ولا لأ لا محدش بيمشي وراء المسلمين في بصر الزكابة الزيت محدش بيكلفين ولا الصلاة واحد بابا يصلش حتى يجري وراء يقوله صلح صدقتلك في حتة معينة الثلاثية في السعودية يعني زمان السعودية تغيرت لكن خليني أوريكي كمان يا فرحة أنهم ضلوا بعد الرسول في حاجة تاني هوريكو حديث طبعا التصحيح الحديث في البخاري هيكون على الشاشة يقول كده ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقينا أبو وكره فقال أين تريد قلت أنصر هذا الرجل قال ارجع فإني سمعت رسول الله يقول إذا التقى المسلمين بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بالا المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه طبعا ده في حرب الجمل حصلت على طول الحديث ده يعني بيتكلم عن حرب الجمل لما كانت عائشة رايحة تحارب عليه بالضبط فدلوقتي الرسول قال إيه لو التقى المسلمين بسيفهما القاتل والمقتول في النار هل عائشة في النار هل علي في النار القاتل والمقتول في النار فده ده دليل على إيه إنه هو ما سابش فيهم مبادئ ما سابش فيهم القيم ما سابش فيهم السلام والفرح والمحبة والخناءة كانت على برضو الفلوس الخلافة الخلافة لأن ده كان علي عايز ياخد الخلافة بعد عثمان وهي رايحة حربه والمسلمين معاها المجموع أنت عارفة تقريبا 20 ألف أو حاجة كده ماتوا من المسلمين هنا و هنا في كتاب اسمه أم المؤمنين تأكل أولادها ده حد كتبه يعني بيكلم عن الحادثة بالتفصيل لكن ده دلالة إن أنا كرسول أسيب الناس بعدية بيقتلوا في بعضه ما قال لهمش حاجة يعني يمكن وهو في يوم الرازية دي عايز يقول الخلافة هتكون كده 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 تروح لعالي تروح مش عارفة إيه كده أما أنا عرفش يوم الرازية دي فسابهم اتخنقوا طب اطلعوا بره اطلعوا بره اطلعوا بره ايه كتب انت فيه فين السلطان بتاعك ما كان في يعني في يعني في أبي يتضع يعني خلاص في الأواخر يعني يعني يقولها كلمتين بدل ما يزعق لهم احنا ما نعرفش احنا ممكن يكون قيل ممكن يكون قيل وما كتبوش الكلام ده لكن برضو دي موضوع الجامل وبعدين يعني ده ايه ده ما سابش جواه حتى دلال ده دلال بعدين التلاميذ لما سألوا من فينا الأعظم المسيح قال لهم ايه له ما يكونش ده فكر العالم ما يكونش ده الفكر بتاعه بالضبط هو الوقت خلص فلو تنهي الحلقة انا بشكرك جدا يا مارينا على الوقت ده حلوة والحلقة وانا بسأل المسلمين هل انتم الضلين اللي بعد الرسول ولا لا شكرا جزيلا السلام المسيح معكم كلكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة